اهلا بكم مجددا معكم نوريس علي ونسا مير مع لينوكس في دقائق القسم الجديد في هذه السلسلة هو باش سكريبتينج فسنتعلم كيفية كتابة اكواد باش بشكل مبسط جدا وبسيط يعني هذه مجرد بداية مجرد خطوة حتى نبدأ بالكتابة فانا الان بالhome directory اين انا الان print working directory فانا الان هنا اريد ان انشأ مجلد سأسميه مجلد بن لأضيفه على سكريبت الخاصة بي او اي شيء فانا او يمكن ان نسميه سكريبت سأسميه بن وسأذهب اليه فانا بن وها هو والان سأقوم بانشاء ملف بداخله بداخله سأسمي هذا الملف فاذا سأسميه سأسميه variables فهنا سأكتب vi سأستخدم محرر vi طبعا الاشخاص الذين يسألون عن vi سلسلة vi ستعود قريبا فالان سأقوم بكتابة vi او vim سأكتب i للدخول للinsert mode وسأكتب هنا بداية السكريبت حتى ابدأ بسكريبت واش يجب ان اكتب هكذا يجب ان اكتب الهاش عفوا الهاش وثم اشارة تعجب هذا ثم اكتب بن باش هذا يعني انا نحن الان نبدأ بكتابة سكريبت باش واعتقد شرحت عن هذا الموضوع سابقا اذا انت لاضافة سطر جديد لاحظوا في الاسفر مكتوب insert يعني انا في الinsert mode الان ساقوم بانشاء متغير هنا هذا المتغير ساسميه متغير ساسميه my name فساكتب هنا my name جيد وساكتب يساوي واكتب my name ما هو اسمي اسمي نورس فساكتب هنا نورس جيد فاذا اردت هنا ان استخدم مثلا انشاء متغير اخر ساسميه مثلا great ويساوي واذا اردت ان احيي نورس هنا فساقوم باضافة هكذا فاذا هذه الاشارات ال double quotation mark وساكتب hello جيد وارد ان احيي my name فساكتب استخدم هنا dollar sign لاستخدام المتغير مرة اخرى ساسبقه ب dollar sign فاذا my name جيد وثما اريد ان اضع على الشاشة او print على ال command line لدي على ال terminal لدي اريد ان اطبع greet او greeting فساكتب هنا echo جيد و double quotation mark وساكتب هنا greet فاذا الاستخدام المتغير للمرة الثانية فعلي ان اصبقه ب dollar sign اول مرة لا يوجد dollar sign اول مرة اكتبه عادي بشكل عادي اتاكد لا يوجد فراغ بين اليساوي والاسم الان سنرى ما هو تأثير الفراغ وهكذا فقط فاذا ساخرج من insert mode بنقر على escape وثما ساكتب colon واكتب هنا w يعني save وq يعني quit جيد فاذا الان clear screen فاذا ها هو الملف variables اذا قمت انا بlist dash l للملفات لدي سألاحظ ان هذا الملف ليس له صلاحية execution فاذا ارد ان اضيف هذه الصلاحية فاذا اكتب change mode plus x variables طبعا نحن تعلمنا مضوع الصلاحيات سابقا جيد جدا الان اذا اردت تنفيذ هذا الملف فاذا اكتب باش لان نفذه هو ملف باش فسأستخدم باش variables اذا انتر فاذا لاحظوا ما الذي كتب كتب hello notice ممتاز الان ساقوم بvi مجددا لvariables جيد وهنا ساضحب الى اضع ساضيب فراغ هنا ساضيب فراغ فساكتب سادخل insert mode بنقر على i واضيف فراغ هكذا وساقوم ب wq و clear screen ومرة اخرى احاول تنفيذ هذا الملف فاذا انتر فاذا لاحظوا سيقول نورس command not found فسيعتبر ان نورس هو عبارة عن command وبالتالي هذا الفراغ البسيط الذي اضفته سببه لمشكلة ساكتب x لمسح هذا الفراغ طبعا انا فتحت هذا الملف الان نبدأ باش سكريبتينج وايضا فتحته ب vi او vim لكن انت يمكنك ان تستخدم محرر اخر كيف ذلك ساقوم بالخروج من vim وفاذا انفذ صحيح ساستخدم nano الان فاذا يمكنني ان اكتب nano variables والان عادي جدا يمكنني الان ان احرر هذا الملف فاذا الان لو كتبت هنا بدلا من double quotation mark وكتبت single quotation mark ما الذي سيحدث فاذا ان هكذا ساقوم ب control o للحفظ فاذا نعم و control x للخروج من nano فاذا مرة اخرى باش فاذا لاحظوا سيكتب لي grid كما هي فعندما انا اكتب بهذا الشكل اكتب single quotation mark يعني عامل المتغير الموجود ضمن هذه ال quotation mark ككلمة ككلمة كشيء ثابت لكن عندما استخدم انا double quotation mark فهذا يعني ان انا اعامل هذا ال variable الذي لديك كvariable فمرة اخرى نجرب control x نعم اريد الحفظ و yes و نعم والان باش فاذا نجحت العملية هذا اول script لنا قمنا بانشاؤه يوجد متغيرات موجودة لدينا فمثلا مثل ماذا مثلا اذا قمنا ب echo مثلا home سيقول لي ال home هو نورس مثلا echo user اليوزر الحالي هو نورس مثلا echo shell فاذا يوجد متغيرات موجودة لدينا بال command line يمكن ان نستخدمها فمثلا دعونا ننشأ ملف جديد اسمه who am i او نسميه who who is there والان سنقوم ب dot sh حتى بدونها ينفع لان كما نعرف ان مرة اخرى ان ب linux اللاحقة غير مهمة يعني لا يتم تمييز الملفات بناء على اللاحقة لكن يمكن ان اضافت لاحقة sh يعني هو ملف باش بدون انتر i للانسيرت مود والان ادخل البادئة التي تقول لي ان هذا هو ملف باش بدون بن باش والان انا اريد ان اظهر على الشاشة من هو مستخدم هذا يعني من هو الشخص الذي يقوم بتنفيذ هذا السكريب فسا اكتب echo و double quotation mark the one who is using the machine now is وهنا ساكتب user طبعا هذا ال user لم انشأ ان هذا نتغير لكن هو موجود للتو موجود بال linux فاذا escape للخروج نأسيرت مود colon wq small letter للحفظ والخروج فاذا الان less lh نلاحظ ان who is there ليس له صلاحية execution نضيف له صلاحية تنفيذ change mode x who is there والان يمكن ان نفيده بباش فاذا who is there فاذا باش فاذا the one who is using this machine now is now res جيد اذا قمت الخروج او ذهبت الى حساب علي جيد وهذه كلمة مرور علي وايضا علي سينفذ هذا الامر who is enter فاذا سيقول the one who is using the machine now is علي فاذا كتب اسمه لو ذهبت الى علا جيد وقامت علا بتنفيذ هذا السكريبت فاذا سيقول ان الشخص الذي ينفذ هذا السكريبت الان هو او هي فاذا عدنا علي حسابنا جيد جدا فيمكننا ايضا ان نستخدم اوامر بالسكريبت الذي لدينا كيف ذلك فاذا ليه نجرب فاذا who is there ساقوم ايضا ب في اي 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 اقوم بتعديله فالان ساكتب او لدخول لسطر جديد طبعا انت يمكنك تتبع معي بفيم او في اي اي او يمكنك استخدام محرر اخر وتركز على باش فانا حاليا احب ان ادخل في كل شيء حتى انا اتدرب وانتم ايضا تتدربون تأخذون فكرة وانا ايضا اقول لكم انا افعل كذا حتى تقوم بكذا فالان قلت بنقر على all لدخول ال insert mode وادخال سطر جديد فهنا اريد ان اقول شيء اخر مثلا سانشأ متغير سأسميه result مثلا وهنا اريد ان استخدم who am i مثلا اكتب who am i who am i امر يعطينا من هو الشخص الذي يستخدم هذا الجهاز الان ولكن حتى يتم تنفيذه سأضع هنا dollar sign واضع هنا parenthesis او هذه الاقواس الاعتيادية فذا الان سأكتب echo وهنا اكتب the result of command is وهنا اكتب dollar sign result لان انا استخدم تغير ثاني مرة فسأكتب dollar sign اول مرة لم استخدم dollar sign escape للخروج من insert mode و colon w q جيد فدن الان اذا قمت بباش بباش who is there فدن لاحظوا the result of command ايضا نورس لان result of who am i ايضا هي نورس فمرة اخرى سأقوم ب edit هذا السكريبت وسأدخل امر اخر هو ان بدلا من كتابة هنا ان كتابة who am i اريد ان اكتب مثلا اين انا الان جيد فا اين انا الان print working directory تنفع فالتالي سأكتب هنا change ci ci وثم cause حتى اغير ما بداخل فci cause الان دخلت للinsert mode فالان سأكتب bwd يعني print working directory فالان escape للخروج الinsert mode و colon wq للحفظ والخروج فاذا الان فاذا الان باش فاذا سيقول the result of command is home انا الان في pen فاعتقد هذا كافي لليوم لنتحدث عن variables في الفيديو القادم سنتحدث عن if statement فاذا نلتقي لاحقا